عايزين برضو أستاذ عادل منك أنه ناخد أمثلة على هذا التسويق في القطاع الأمثلة على التسويق الفترة الحالية زي ما قلت حضرتك في فترات سابقة أن بتختلف من مستشفى لبولي كلينك لمركز أسنان وجلدية لمركز اليوم الواحد لكل شيء كل شيء من التسويق بيستهدف شيء على سبيل المثال خلنا نتكلم في المستشفى مستشفى بيستهدف المستوصفات والبولي كلينك عشان يبع لهم إيه يجوا يعملوا عنده العمليات بمعنى أنا بولي كلينك المصوق بتاع المستشفى بيروح ليه المصوق أو الإدارة بتاعت المستوصف يقولوا حول لي على سبيل المثال حالات أو الولادات بتاعت النساء والولادة عمليات الأنفو أزن عمليات زي أي حالة تجي لك من عندك كمستوصف تحولها له كمستشفى يعمل العملية مقابل بيبقى نسب معينة أو شيء كذلك المراكز المتخصصة مراكز الإشاعة مراكز المختبر مراكز العيون المتخصصة للجراحة اليوم الواحد دي كلها بيبقوا زي المستوصفات أو العمل الصغوات زي كلينت للميجا بروفايدر الكبير اللي هو بيستهدف الأمور دي بلس الجمهور الخارجي اللي هو بيعمله دعاية لكل شيء يعني تيجي مثلا زي عملات التكميم عملات التجميلية عرض على عملات التجميم لمستشفى كذلك فترة محدودة بمناسبة اليوم الوطني يعني بـ 19 ألف ريال دي الفترة محدودة سابق لتحصل مثلا عملية زيارة الاستشاري البروفيسير كذا 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 لمدة كذا دي بيبقى لها دعاية وأمور كتير في المستشفى فالمستشفى دي بقى لهم زي هاي لافل كده يعني بيستهدفوا شريحة أكبر بيستهدفوا عدد مرضى أكبر للعمليات اللي هي المستوى أعلى وده بنصنفهم المستوى لعلى بتيجي مثلا زي جراحات اليوم الواحد مثلا زي عمليات الليزك مثلا دي زرع العدسة في عمليات زي كده بيبقى برضو مراكز متخصصة في اليوم الواحد هي بتستهدف الشريحة دي فقط عشان تسوى أو يبقى أنت ماشى ببلان صح لازم بتقسي السوق وبتحددي الهدف بتاعك وبتحددي المنافسين وبتحددي الشريحة السوقية اللي انت بتستهدفين نعم